اشتركوا في القناة إنه خراب الأرض وزوالها وزوال أملاكها وأفلاكها وبحارها وجبالها فلا يعلم حقيقة الحال يومئذ إلا الله سبحانه وتعالى وليس علينا نحن المؤمنين إلا الإيمان والتسليم فسوف يستيقظ الناس يوماً ولم تطلع الشمس من المشرق كما تشرق كل يوم فينتظرون طوال الليل أن تشرق الشمس فلن تشرق والجو ظلام ينتظرون اليوم الثاني فلا تشرق حتى يصيح صائح ها إن الشمس قد طلعت من المغرب قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله تمكث يوماً كأيامنا قال لا تطلع من المغرب في أول يوم تمكث كسنة كاملة فإذا رآها المؤمن ينطق لسان حاله ولسان مقاله فيقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحاً فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها ثم قال عبد الله وأظن أولاها خروجاً طلوع الشمس من مغربها وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى أراد الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت رب ما أبعد المشرق ملي بالناس حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها مما كانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغربها قال صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً فالكل يصمت الكل مشغول بنفسه لا يفكر إلا في مصيبته فإذا ظهرت هذه العلامة إذا بالدابة على أثرها قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فتكلم الناس بكلام البشر يسمعها ويفهمها جميع البشر ومن أصدق من الله قيل فتخرج ويخرج معها عصى موسى وخاتم سليمان فتلمس وجه المؤمن بعصى موسى فيصير نوراً وينهال عليه النور فيناديه الناس يا مؤمن وتلمس وجه الكافر والفاجر والظالم بخاتم سليمان فيكون على وجهه غبرة فيناديه الناس يا كافر فتضع الدابة قدمها عند منتهى بصرها وترفع الأسماء فيناد الناس يا مؤمن ويا كافر